اهلا بكم ازاي تقرأ تحليل صورة الدم الكاملة او السي بي سي الدم اللي في جسمنا ده عبارة عن حاجتين مهمين حاجة اسمها البلازمة وحاجة اسمها السيلز البلازمة دي يعني السائل اللي بيجري جواها السيلز دي والسيلز دي نقصد بيها كرات الدم الحمرة كرات الدم البيضة والصفاحة الدموية والسيلز دي بتطلع من البومارو او النخيع العظم تعال نعرف مع بعض ازاي نقرأ بقى التحليل ده اهلا بكم معاكم الدكتور تامر اخصائي البطن العامة لما نيجي نقرأ التحليل ده بنبص على اول حاجة الاربيسيز كونت الاربيسيز اصلا كرات الدم الحمرة دي وظيفتها ان هي بتنقل الاكسجين من الرئتين لكل اجزاء الجسم دي حاجة طبعا مهمة جدا بتتم عن طريق الهيموجلوبين اللي جوا الاربيسيز الطبيعي بتاع الاربيسيز من اربعة ونص لستة ده بالنسبة للرجال وبالنسبة للسيدات بيقع من اربعة لخمسة ونص مليون في كل مليمتر مكعب لو قل العدد ده عن كده بتبقى دي حالة انيميا زي مثلا ايرن ديفيشينسي انيميا هموليتيك انيميا كورونيك ديزيز انيميا ولو زاد العدد عن كده ممكن يزيد في بعض حالات مثلا زي السموكينج واحد بيدخن حالات مثلا هاي ألتديود العايش في مناطق مستوها عالي عن مستوى البحر بوليسايسيميا بعد انواع الماليجننسيز او الاورام اللي بتفرز ايرفروبيوتين وهكذا بعد كده الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده بروتين جوه الاربيسيز وهو ده اللي مسؤول عن انه يشيل الاكسجين وهو المسؤول كمان انه يدل الدم اللي هو الاحمر بتاعه الطبيعي بتاع الهيموجلوبين ده من 13.5 ل18 في الرجالة وفي السيدات من 12.5 ل16 برضو الهيموجلوبين ده زي الاربيسيز كونت بيقل في حالات الانيميا وبرضو بيزيد في نفس الحالات اللي قلنا عليها بالنسبة للاربيسيز فلما الاربيسيز او الهيموجلوبين يقل يبقى فيه انيميا فتظهر عند العيان اعراض يبدأ يحس بدوخة يحس بتنميل اطراف يحس بنهجان يحس بدربات قلبي سريعة او قلم في الصدر يحس بتعب مستمر ويبقى شكله بيل يبقى شكله مخطوف ده بيعمل يخلي العيان عايز يهرش ممكن يعمل كمان يعني يحس بألام كده في الرجليه وقت المشي ممكن يحس بصدع وممكن تزيد قابليته للجلطات لان الهيموجلوبين الاربيسيز كونت لو زاد بيزود الفيزكوزيتي اللزوجة بتاعة الدم بعد كده الهيماتو كوريت الهيماتو كوريت ده عبارة عن نسبة حجم كرات الدم الحمراء بالنسبة للدم كله يعني انا لو خدت عينة مسلا من الدم بشوف نسبة الاربيسيز فيها بالنسبة الباقي العينة قد ايه بالزبع هو ده الهيماتو كوريت الطبيع بتاع الهيماتو كوريت ده من اتنين واربعين لاتنين وخمسين في المية في الرجال ومن سبعة وتلاتين لسبعة واربعين في المية في السيدات فامتة ألاقي الهيماتو كوريت ده قليل وامتة ألاقيه عالي الهيماتو كوريت يقل لو كرات الدم الحمراء فعلا قلت زي حالات الانيميا لكن ممكن يقل وكرات الدم الحمراء مقلتش ولا حاجة في حالات الـ dilutional anemia يعني كرات الدم الحمر زي ما هي لكن حجم البلازمة هو اللي زاد زي عيان عمال ياخد في لود باستمرار فانا زودت حجم البلازمة فلما اجي اعمل هيماتو كوريت الاقيه قليل وعلى العكس ممكن يزيد في حالات الـ dehydration يعني مثلا العيان منافسه كرات الدم الحمر بتاعته زي ما هي لكن فيه dehydration وحجم البلازمة قل فلما اجي اخد العيان هلاقي هيماتو كوريت عادي بعد كده الـ reticulocyte count وده للأسف مش بيتعامل مع صورة الدم الكاملة في مصر لكن بيتعامل برا الريتيكولوسايت كاونت ده بقيس بشوف الاماتيور اربيسيز في البلد لان هي ليها نسبة معينة لما بتزيد بعرف من كده ان البوم مارو هايبر اكتف البوم مارو عمال يطلع بسرعة عشان يحاول يعود الانيميا فانا باستدل بالريتيكولوسايت الكاونت العالي على الهايبر اكتف بوم مارو بعد كده الامي سي في الامي سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليام ده متوسط حجم خلية كرة الدم الحامرة الطبيعي بتاعه من تمانين لمية لو زاد عن كده يبقى ماكرو سايتوزيز يعني زي حالات الميجالوبلاستيك انيميا حالات الليفر ديزيز لو قل عن كده بتبقى مايكرو سايتوزيز زي اللي بيحصل في حالات ايرن ديفشينسي انيميا والسلسامية بعد كده الامي سي اتش او المين كورباسكولار هيموغلوبين وده معنى وزن الهيموجلوبين في الاربيسي الطبيعي بتاعه من 28 ل33 بيكجرام بعد كده الامي سي اتش سي وده معنى المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن ده معنى نسبة الهيموجلوبين بالنسبة للاربيسيز طب ايه الفرق بينه بين الامي سي اتش الامي سي اتش انا بشوف وزن الهيموجلوبين بغض النظر عن حجم وشكل الاربيسي لكن الامي سي اتش سي بشوف نسبة الهيموجلوبين بالنسبة للاربيسيز وعشان كده الامي سي اتش سي دا نسبة مقوية يعني بشوف الهيموجلوبين دا ممثل كام من الاربي سيز كلها والطبيعي ان الهيموجلوبين دا يمثل من اثنيا وبتلاتيه لستة وتلاتين فيلمية وده segunda على اساسه بشوف هو دا هيبو كرومك ولا نور مو كرومك ووو فهو بيبقى هيبو كرومك في حالات الايرن دافشينسي اناميا مثلا وفي ث parleثامية وممكن يكون نور مو كرومك في حالات الاكيوذ بلادلوس ممكن العيان ينزف لتر ولا اكتر واجه اعمل الاسي بي سي يطلع نورمل لان لسه مفيش كومبانسيشن حصل ولسه مفيش اي مشكلة تانية حصلت فاجه اخد هلاقي السيلز طبيعية وهلاقي اللي همجل من جوها طبيعي بعد كده الاردي دابيو الاردي دابيو ده عبارة عن متوسط اختلاف الاحجام بتاع الاربيسيز يعني ايه الكلام ده الاربيسيز دي كلها مش نفس المقاس بالزبط فيه اختلاف شوية في الاحجام لكن الاختلاف يكون بسيط الاردي دابيو يبقى نارو طب الاختلاف ده كبير يبقى الاردي دابيو عالي يعني لما اجي عمل تحليل ولا الاردي دابيو عالي معناه ان كرات الدم الحمراء واخدى اشكال كتير جدا واخدى كمان احجام كتيرة ومختلفة بشكل كبير في منها صغير اوي في منها كبير اوي كل ما زاد الاردي دابيو زاد الاختلاف في الاحجام دي بعد كده او الصفاح الدموية ودي طبعا لها دور مهمة جدا في وقف النزيف الطبيعي بتاعها من 150 الف ل 450 الف ممكن تقل في حالات زي مثلا حالات مثلا حالات مثلا حالات مثلا حالات بأي ديزيز وممكن تزيد زي حالات مثلا في حالات كده بعد حالات الليكيميات بعد حالات بعد كده بنبص على أو كرات الدم البيضة وهي دي اللي بتهاجم البكتيريا والطبيعي بتاعها من 4000 ونص ل11000 وبيزيد طبعا في حالات وحالات اليوكيميا وممكن تقل في حالات أو حالات والويت بلد سيلز دي أنواع زي مثلا وهنتكلم عن كل نوع بسرعة دلوقت النيوتروفيلز دي هي أنتبكتيريال والطبيعي بتاعها من 45% ل75% بيزيد طبعا في حالات وفي حالات أما زي نوفيلز موجودة في ودي بتزيد في حالات وفي حالات والطبيعي بتاعها من 0% ل7% البيزوفيلز دي بقى لو موجودة في الدم بيبقى اسمها وبتطلع الهيستامين وبتطلع الهيبرين في وقت ودي بتزيد في حالات وحالات ودي الطبيعي بتاعها من 0% ل2% أما المونوسايتس بقى فدي عبارة عن إن هي بتشيل اللي موجودة زي مثلا زي مثلا والطبيعي بتاعها من 2% ل10% بعد كده وآخر حاجة والليمفوسايتس دي في منها نوعين اللي هي دور طبعا مهم جدا في المناعة في الهيومر والسيلولار اميونيتي وتكوين وطبعا بتشتغل وبتزيد في حالات طبعا وبعض أنواع الليمفومات والليكيميا والطبيعي بتاعها ده من 16% ل45% في النهاية أحب أشكركم اشتركوا في القناة اعمل لايك وشير وشكرا لكم